الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين أهلا بكم حذر خبراء اقتصاديون من كارثة قد تضرب الاقتصاد العراقي في حال عدم سد العجز في الموازنة وعدم تفعيل القانون القطاع الخاص وزيادة الارادات غير النفطية وقال الخبراء أن هناك فرقات في أرقام جداول الموازنة لعام 2024 التي أقرها البرلمان مشيرين إلى أن هناك مبلغا قدره 305 تريليونات دينار مخصص فقط لدوائر تابعة للأمالة العامة لمجلس الوزراء ولمكتب رئيس مجلس الوزراء وقيادة الفرقة الخاصة لافتين إلى وجود أخطاء في الأرقام تستوجب إعادة النظري بها كبد عدوان الاحتلال على قطاع غزة المتواصل منذ نحو ثمانية أشهر الصناعات الفلسطينية خسائر باهضة وأدى إلى تدهور إنتاج مختلف العنشطة خلال شهر نيسان الماضي وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل خفاضا حادا مقداره 22.50% خلال شهر نيسان عام 2024 مقارنة بشهر نيسان من عام 2023 إذ تراجع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 75.7% خلال شهر نيسان عام 2024 مقارنة بـ 96.86 خلال نفس الشهر من عام 2023 كشف تقريرنا أده فريق منسق استجابة سوريا عن ارتفاع معدلات الفقر في مناطق شمال غربي سوريا إلى مستويات قياسية وأشار التقرير إلى أن زيادة في حد الفقر في هذه المناطق بلغت 6% ما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت خط الفقر إلى 91.16% من سكان المنطقة وارتفعت نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع إلى 40.90% في المقابل ارتفعت معدلات البطالة خلال شهر عيار بمقدار 0.5% وصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.79% قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن إجمالية الدين العالمي على الحكومات صعد في عام 2023 إلى 97 تريليون دولار أمريكي وصلت زيادة الإقبال على الاقتراض رغم أسعار الفائدة المرتفعة ويتزامن ارتفاع الدين العالمي مع صعود أسعار الفائدة خاصة على الدولار الأمريكي إلى قمة 23 عاماً عند مستوى 5.5% إذ تشكل عملة الدولار أكثر من 70% من مجمل الديون وأشارت المنظمة الأممية إلى أن الأزمات المتتالية والأداء البطيء وغير متكافئ للاقتصاد العالمي يعد السبب وراء الزيادة السريعة في الدين العام العالمي إلى أسعار الأممات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر